نبدأ النشرة عميمة بهذا الخبر حيث تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وثيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا الإرهاب تمكنت أمس الجمعة من توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في المعاقل التقليدية لتنظيم داعش الإرهابي في الساحة السورية العراقية وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عملية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين مصالحها ونظيرتها الإيطالية أسفرت عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه والملقب بأبي البراء وتوقفه بإيطاليا ذلك بعدما تمكن من الهجرة بطريقة غير مشروعة من أماكن القتال التابعة لتنظيم داعش في اتجاه أوروبا وأضف المصدر ذاته أن المواطن المغربي الموقوف يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية وذلك بعدما كشفت الأبحاث والتحرية التي بشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع عدد من العائدين من أماكن القتال التابع لتنظيم داعش أنه كان يشغل مناصب قيادية بارزة في تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية وأشار إلى توقيف المشتبه به يندرج في سياق المشهودات التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي على المستوى الدولي وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الإرهاب والتطرف كما أنه يأتي تتويجا للانخراط الجدي والفعال للمصالح الأمنية المغربية في الجهود الدولية لمواجهة الخطر الإرهابي وخلص البلغ إلى أنه يجري حاليا التنصيق مع المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأبن الوطني مكتب أنتربولا ريباط ومع السلطات القضائية المغربية ونظيراتها الإيطالية وذلك لتسريع بإرسال ملف تسليم الخاص بالمعنية بالأمر عبر القنوات الرسمية المعتادة ترجمة نانسي قنقر